قالت الجدة الله يحفظه هو صغير ومؤخرا ما اهتميناش فيه وهي تقول نوها أنا غنطلع عنده نقلس معاه قالت الجدة سير يا ابنتي الله يرضى عليك طلعت نوها ومشات عند خوها دقات عليه ودخلات ولقعت وناحس قالت رامي نود بغنهضر معاك رامي قال خليني لنعس اختي عافكي أنا عيان وهي تقولي نود قولي يا مالك واش بغيتي نديك للطبيب غدا الصباح نمشي والطبيب نشوفه مالك رامي قال أنا ما فيا والو غير تاحي وهي تقولي أهضرها وحدا هي اللي كاينة غاتمشي معايا يعني غدا تمشي ناضط نوها ومشات بيتها وبقات كتفكر فرامي اللي هملاته بزاف حتى ولات حالته حالة الغد ليه فاقت وهي مشتونة على أخوها مشات عن دول قاتوا ناعز فبقات كتفيق فيه وحلف لايفي ولقات حاتين كيصوني لها قال ليها صبح الخير حبيبة قالت صبح النور وهو يقول كيدا يرا قالت ليه صراحة ماشي مزيانة وهو يقول واش موضوعنا حتى لهذا الدراجة معصبك وهي تقول لا ماشي هاد الشي غير خويا حالته خايبة ومعاش بانيش أنا خايفة عليه قال ليها حاتين نقدر نعاونك وهي تقول ليه إيه لا قدرت بغيت نديه للطبيب ولكن هو ما بغيش حاتين قال أنا غادي نجيب لك الطبيب حتى للدار وهي تقول له لا يخطيك علي يا حاتين قال ليها أنت مهمة بالنسبة لي ومستاعد بنموت على قبلك بتأسمات نهاء وقطعات وبعد لحظات جا حاتين للدار ومعاه الطبيب اللي دخلوه لعند رامي وهو يقول حاتي ما تخافيش يا حبيبة إن شاء الله غادي يكون بيه خير قالت يا ربي خرج الدكتور لعندهم بعد لحظات وقال ما عندي ما نخبي عليكم الوضع دياله ما كيطمأنش وضروري نديروش تحاليل باش نتأكد نوها قالت مناش الدكتور خلعتيني قال الطبيب غادي نديرو التحاليل هو اللوين وديك ساعة نقدر نهدر دوزات نوها نهار لا تحسد عليه بحيث بقات مقابل التليفون وقد سن اكتصال من الطبيب بيقول لها نتيجة التحاليل شوية صنع لها التليفون وقالت قالوا دكتور قال لها حاتم أنا حاتم كدير حبيبة وهي تقول مخلوعة بزاف بحالي لكنت سنع عقوبة الاعدام قال حاتم ما تقوليش هكا أنا معاك يا حبيبة وبجنبك قالتلي كان شكرك بزاف على هد شي وهو يقول ما نبغيش نسمع منك كلمة شكرا مرة أخرى قطعت نوها مع حاتم وبقات قالسك تسنع لأحر من الجمل احتاجها الاتصال من الطبيب وقالت دكتور قال لها الطبيب أنا سنوها تحاليلها هما بين ايديها وهي تقول شنو فيهم طبيب قال كي أسفني نخبرك باللي رامي مدمن هروين وخاصه يدخل مساحة ادمان في أقرب وقت نوها بدت كتبكي وقالت أهلا شارب دي وهو يقول الطبيب حاتم غداش تسنع لابد اندخلوه لمساحة اليوم قبل غدا بديت نوها كتبكي وقالت واخا الصدمة كانت قوية بزا فعلنوها كيفاش يمكن يكون مدمن وهي ما انتابهتش ليه وقالت أنا السبب أنا اللي اتشغلت بالمنافسة مع كريستينا وخليت خوره ولكن خاص نعرف هادو اللي نعاشر معاهم شكون شكون اللي وصلوا لهذا الشي دخلت عن دول قاتوكي هدر في التليفون وقتع دقيق قالت له معا من كنتي كتهدر قال لي هارامي معا اي من صاحبي كتعرفيه وهي تقول ممم كان عرفه مزيان بغيتك تعتارف ليه دعبة شكون اللي وراك حد المصيبة لهيروين حتى ولتيكت تعطى هارامي قال حتى واحد أنا ما كانت تعطى وعلم وهي تقول لي رامي أنا غادي ندخلك المصحة تجيد معنا وغادي نتفاهمه على هادشي من اللي تبقى قال مسحة لا لا أنا ما بغيتش ندخل المصحة وهي تقول له ما تخافش أنا ما غنخلكش بوحدك وقال ليها رامي عافك ياختي أنا ما غنبقاش متعاطى عافك يا ندينيش تنمى وهي تقول رامي عافك ما تصعبهاش عليها العشية نمشي والطباب وجد راسك خرجت من عنده واخدت تليفونها وتصلت بحاتم لي قال ليها حبيبة قالت حاتم هو قال عارف تصلت بالطبيب وخبرني بكل شي وهي تقول أنا غدا نديه للمصحة اليوم قال ليها حاتم ما تخافيش غيكونت الملاباس وهي تقول أنا حاسة بالدم حيث ما هتميتش به قال ليها حاتم ما تحمليش نفسك المسؤولية رامي مراهق وهاتشي وارد يوقع له وزيدون انتي بزاف عليك هاد الشي كامل طاقتك ما غتتحملش داكشي علاش كنجد الطالبي بالزواج بيك باش نتقاسمه انا وياك المسؤولية قالت نوها حاتم ماشي وقت هاد الشي دابا عافك قال ليها حاتم كيما بغيتي يا نوها كيما بغيتي انا غادي نجير عشية باش نمشي معاك وهي تقول واخا بسلام ثالت المكالمة مع حاتم وجات عندها هاجر وقالت حبيبة قلبي معاك شكون كان كيتيق باللي رامي يكون مدمن مخدرات وهي تقول نوها شكون قال هالي هاجر قالت كنت في البيرو عند حاتم وسمعتك يهدر مع الطبي ياك انا سحبتك نوها تخبيع لي شي حاجة بحال هاكا نوها قالت عافكي مبغيت حتى واحد يثق الخبار بهات الشي هاجر قالت بلا ما تقوليها رامي راخو يحتى انا قالت نوها انا غدا نطلع لبيتي شوية وهي تقول هاجر واخا وانا غدا نطمأن على الحاجة ومن بعد نطلع لعند رامي نهدر معا شوية نوها قالت لها واخا يلا تهلا يفرازي طلعت نوها لبيتها وهي كتخبنها كيفاش غدا تحل هات المشاكل اللي طاحت على رأسها دخلت لبيتها وفجأة شي حتسد الباب الساروت موراها وسد لها فمها بدات كتقاوم وكتحاول تبكي وسمعت نوها ما تخافيش عافكي انا عمر ما تخافيش نوها انا ما غنقاديكش قالت عمر اشنو اللي جابك هنا كي درتي خرجتي من الحفظ قال عاونوني شي ناس نوها انا باريق وما قتلتش وانتي ويا تقول لي انا قلدكش في المحكمة على قبل والديك ولكن ما مقتنعاش بباراتي قال ليها عمر هاد الشي كدوب انتي مقتنع بباراتي ومتأكدة منها عينيك كي يأكدوا هاد الشي قالت نوها عمر انا ما بغى مشاكل سير في حالك وما بغيت حتى حاجة تعلقى بيك سير ولا غنبلغ البوليس بأنك هنا قال ليها عمر ما غتقدريش تديريها سمعت هاجر قالت نوها واش معاك شي حد معا ملكتها تريك قالت نوها ها كان هدر بسكايت مع واحد الصديق من تايلاند سير انتي عند رامي هاد الساعة وهي تقول هاجر اوكي نوها قالت عمر عفا كسف حالك عفا وهو يقول نوها انا غادي متبتليك باللي انا بريق وغادي نعرفش كون دار هاد الفعلة غادي ندير هاد الشي علاق قبلك انتي بوحدك ولكن بغيت منك غا حاجة واحدة تيقي بيا وتعرفي باللي انا كنبغيك ومستحيل دير شي حاجة اللي تقاديك قالت اوكي انا تايقى فيك عمر عمر بتاسمه قال كنبغيك بزافة نوها شوية سمع صوت غوات هاجر اللي كانت كتعيط على نوها وهي تقول نوها ايش واقع شوف اجلس هنا وياك تخرج وصد الباب مورايا راجعالك وخا قال لها عمر وخا مشيت نوها كتجريل عند هاجر اللي صوتها كان جاي من بيت رامو وقالت نوها ايش واقع فينا رامو هاجر قالت جيت بكيت كندق عليه ومحلش وملي حليت الباب ملقيتوش طليت من البالكون ولقيتو راكب على موتور وهاز مورا ضهروزهاك انوها قالت ايش هاد الشي كتقولي فين مشا حرام علي كرامي علش كتدير هاكا خدات تليفونها وبدات كتصون ياليه القات تليفونه طافي وقالت علش علش كيدير هاكا شوية سمعت حاتم كيعيط عليها ومشيت كتجري عندو هيو هاجر قال انوها حياتي خفت عليك وهي تقول حاتم رامي هرب قال حاتم كيفاش هرب وهي تقول شافتو هاجر كفشي موتور ومشا اكيد خاف اننين دخلو المصحة الادمان وهرب حاتم قال كاين خبر اسوأ وهي تقول شنو كاين حاتم قال عمر هرب من اللي حبس انوها قالت شنو كيفاش هرب واش هادك حبس اللقوتين وبهادي السهولة هرب حاتم قال هادك صدق مصيبة كبيرة دار خطة للهروب حتى وحد ما فكر فيها قالت هاجر هادي مصيبة انا خيفة يكون هو اللي موره هروب رامي اكيد تواصل معاه وهربه باش ينتقم منك نوها قالت نوها مندنش ما توصلش به الحال لهد الشي حاتم قال ايش هد برودة العصاب اللي كتهدري بها هاجر عند هالحق ماشي بعيد يكون خاطفه ماشي ما زالك تظن فيه الحاجة الزوينة بعدك شليقار قالت نوها انا وعليش غنظن فيه الحاجة المزيانة اش بيني وبينه قال ليها حاتم حبيبة انا ما غنطمأنش عليك هنا بوحدك اكيد دك الحيوان غيجي هنا باش ينتاقم قالت لي هنوها اش عندو ما يدي رقاع وهو يقول حاتم انا غنجيب ليك الحارس ديالي هنا قالت اللا ما بغيتش اللا ما بغيتش حارس باركة غاهدو اللي عندي وهو ما كيعرفو عمر مزيان ايلا جغدي منعوه ويبلغو البوليس وهو يقول حاتم عنيدة بزار انوها قالت له ايش كان ناقشو دابا خاصنا نقلبو على رامي ايش مازال كنت سننام انا غدا نطلع نبدي الحويجي وغانمشي نقلب عن صاحبه وانت يا حاتم ايلك تبغيني بالصح؟ بلاش من هاد الضغط اللي كتدير عليها انا ما ولفتوش وما عاجبنيش قال لي ها حاتم اسمحي ليه هادشي دايرو غير من باب الخوف علي وهي تقول انا متفاهمة خوفك وكن شكرك عليه بالزار ولكن ما عندو حتى داعي دابا اهم شي نلقى رامي انا غادي نتصل بالخدامة ديالبابا وديالماما وغنطلب منهم كاملين يتعاونوا معايا حاتم قال واخا حبيبا غادي نمشي نقلب عليها وندير مجهودي باش نلقاه على قبلك يلا ها هاجر هاجر قالت واخا انا غا نمشي المدرسة ونسوه طلعات نوها لبيتها ولقات عمر كايت سنة قال لها تاني تاهموني انا بلي خطفت رامي نوها قالت له كيدرتي هربتي من الحفز قال لها عمر واحد السيد معايا هو اللي تكلف هربنا في كاميه دزبا قالت همم هو يقول ما طيق تينيش قالت له لوجيك مو هاداك ماشي قوتيل باش تدخل و تخرج بسهولة وهو يقول تيقي بيا من ظهري كانت الأمور سهلة نوها قالت ظهرك وهو يقول تاني ما تيقتي ميش قالت ليه نوها اللي متأكدة منه هو أنك ماشينت اللي اختفتي راما كيما كيقولوا هوما عمر قال شكون هوما باش تيقيهم علي يا أنا نوها أنا اللي نسفك التاني ولنسيتي وهي تقول المهين انت ما خاستكش تبقى همر قال عمر أنا غادي نمشي وهي تقول لي لا أنا غا نخبيك ضروري تبقى قدام عيني ابتسم عمر وقال واخر وهي تقول خاس نبدل شكلك كله هادي اللحية خاسك تحسنها واحتاج شعر خاسك نقص مني والحوايج والستيل كل شي خاسك يتبدل باش تقدر تدخل أوتال بابا وتبقى فيه عمر قال واخر قالت لونها أنا غادي نمشي نجيب لك الماكينة الحسانة ضبابة وشي قوستين ديالو البرودويات ديالو هممم أنا بان لي يا باللي انت طويل شوية عليه كيفاش غادي نلقى ما قاسك حتى حويش أمير ما غايزيوليكش خاسني نمشي نشريليك انت طويل وعرد عمر قال أمير ماشي مشكل شريلي يا ولا بغيتي الفلوس درباته لدراعه وهي تقول أش من فلوس أنا فين و انت فين أستي الفهمات ما فكرتيش باللي إلي شريت حويج الرجال بهذا المقاص غادي يشكوا فيي خصوصا أنهما عندي احتوى حد بهذا المقاييس في الضال عمر قال لفهمات أفكرتيني فصغرنا كان ديما باباك يقولها لي انوها قالت له الله يرحمه وهو يقول عمر الله يرحمه كانت أيام زوينة الموهي محبيبة ديري راسك بحالي لشاريهم لدك خينا اللي جق بيلا وهي تقول له فين عرفتي قياسه قدك قال عمر ماشي قدي الموهي أنا مفورمي عليه شوية وهي تقول خرجتي من البيت قبيلة عمر قال شنو بغيتي نخليك بوحدك معهم ضروري كان خاسني نكون واجد لأي خطر قريب منك وهي تقول له ايش من خطر واش بغي تحمقني قال لها عمر خلينا دابة في الحوايش قالت اوف عندك الحق غدا نشري شوشكو استيمات وغدا نقول بلي شريت هملو تعبيرا على امتيناني المساعدة ليا عمر قال امتيناني اصلا دك السيد لازين لمجي بكري ما بقيتش بغي الحوايش بغي نبقى باللحية ديالي نوها عوجات في امها وقال عمر سيري ضغياء شري لمتيناني جري قالت لي انا مشيت هاد المرة انا اللي غدا نزد عليك الباب ما بقى فيك اماني ما نضمنش ديك اللي اسميتها جودية تبلغ بيك ولا واحدة من الخدامات راك يعرفوك مزيان عمر قال واخا انا غدا النعس شوية حتى ترجعي الله على راحة نامو سيتك عندي مع هادي كريات قالت له نود دوش بعدا انا غنجيب لك حوايش بابات دي باني بيهم على ما نشري ليك عمر قال واخا خرجات نوها من بيتها والتاجهات لبيت والديها اللي غا دخلات وحسات بإحساس غريب استجمعات قوة ديالها ومشات لحوي جباها خدات دكشي اللي خاصها وهزات واحد العباءة باباها وبلغاء وملابس داخلية ورجعت عند عمر لقاتوك يتفرج في صورتها قالت اهاك دووش ولبس هادو قال لها عمر واخا سيري وما تعطليش قالت لا غن تعطل غنمشي نقلب على رامي ونسول عليه قال لها عمر واخا و لكن هلاش هادو الدورة كلها يا كرامي كان عندو صديق مفضل واحد هو هيتم سيري عندو ثولي عليه نوها قالت كيفاش حتنسيت حاجة بحال هادي شكرا بالزاف حتفكرتيني عمر قال باش تعرفي عمر هادا هو نصفك التاني انوها قالت لي انت محكم بالمؤبد ما فهمتش ايش هاد السعادة اللي رك فيها وهو يقول حيت انا معاك الدنيا كلها تتولي صغيرة في عيني وما كتباني لي غنتي انوها قالت راجعالك مشات ورجعت وهي تقول انسيت قلت ليهم غنبدي الحويجي قال عمر بدلي اش كتتسنعي قالت عمر وهو يقول عقلتي من لي كنت كانت ديك للطوالات تدري بي بي قالت عمر سافي وهو يقول سافي هانا ساكت قالت له انا راني في مصيبة وقال ساكة نعود معاك غدا نهز حويجو غنمشين بالتلف بيت ماما عمر قال وخا خرجي من بيتي دغية ره تابع ندوش والحسانة قالت له نوها اها انا خارجها هلا مشات نوها لبيت والديها وبالتلات حويجها وطلقات شعرها وخرجات دغية ركبت في التموبيل ومشات كتقلبة في لي بوتيك لقيت دكشي اللي بغات وشرات جوش خلصات وخرجات دغية باش ما يشوفها شي حد دارتهم في التموبيلتها ومشات ديري كتل دارها يتم سلمات على ماما وقالت لي همه حبيبة لبس عليك ابقى في ندف شي اللي داز عليك قلبي معاك انوها قالت ربي خليك كنت جاية نسول على هيتم جاه ما بقى كيبان الام قالت انا اللي خاسني نسولك على رامي شحال هادي ما شفتو ها هو هيتم جا غنصيب لكم شي حاجة تشربوها هدرو على خاطركم جلس هيتم وقال كي دايا الرامي انوها قالت انا اللي خاسني نسولك وهو يقول هيتم انا ورامي مبقيناش صحاب من شحال هادي قالت لونها علاش قال لها هيتم حيث تبدل عليا من نهار عرف وحد البنت انوها قالت لون بنت شكون هاد البنت هيتم قال ما كتقراش معانا تعرف عليها غاف وحد الحفلة اول لديم معها حتى انه من نهار عرفها وهو ولا كي كمين قالت نوها وعلاش ما جيتيش تقول لي هاد الشي هيتم قال ما كانش كيهمني الموضوع عادي كتوقع شحال من واحد باع فحابه على قبض درية انوها قالت قول لي يا دغية شكون هاد البنت وبنت من اسميتها وش حال فحمرها وش حال فحمرها قال هيتم اسميته اشرف وثاكن في العمارة رقم ثلاثة اللي في الشارع اللي مورانا نوها قالت كن شكرك بستاذ يلا غدا نخليكم قالت لها الام قلسيت تغداي معانا وهي تقول مرة خدا خرجت نوها ومشات العمارة اللي نعتها لها هيتم ثوليت على اشرف وطلعت دقات عليهم وهي تقول سلام كين اشرف لمره قالت ايه كاين عيطات لي وجاء اشرف وقال اهلا قالت له انا اخي ترامي قال ليها اشرف اهلا وهي تقول بغيت نعرف واحد البنت اسميتها سالي كانت جات لواحد الحفلة معاكم تقدر توريني فين كاينة اشرف قال ممكن نعرف علاش كتثولي عليها وهي تقول حيت رامي هرم معاها اشرف قال بس طاح هي ما كان عرفهاش مزيان كانت كان شي عن دخالتها اللي ساكنا في هاد البرتما قبلتنا نوها قالت كان شكرك بزا فأشرا وهو يقول طمنينا على رامي مشيت دقات على البرتما وفتحات ليها واحد لمره قالت نوها السلامة لالله ممكن نشوف سالي قالت ليها لمره شكون انتي وهي تقول نوها انا اخي ترامي صديق ديال سالي وهي تقول لمره اسمحي ليها انا ما كان عرف حتى وحدة باسمية سالي بسلامة سديت عليها الباب ودخلت وخلتها مصدومة ومشيت لمراخدات التليفون واتصلت وقالت قالت آلو جات وحدة كتقول انها خط رامي كتسول على سالي قالت ليها لمره التانية هزي حويجك من ديك الدار وثيري من تم مضغية قالت اللولة واخها مشيت نوهاو هي مصدومة علشنا كراد ديك سيدا من اللي سمعت اسم رامي شنو مورا البنت مولات المطوز ومشيت ضغية الفيلا وصلت وطلعت لبيتها ومعها حويج عمر دقات بشوية وقالت عمر حن الباب انا نوها حن عمر ضغية الباب ودخلات وستات عليها شافت فيه وهي تضحك قالت ايش هاد الشي قال عمر ايشنو وهي تقول ويلو العباء جاتك قصيرة بالزاف المنظر ديالك يضحك صراحة وتبدلتي بالزاف من اللي حياتي اللحية هادا هو عمر اللي عرفتو عمر قال بوكوس ياك الموهين جبتي لي ايشي حاشا راني معدب هادل حويجت باباك نوها بدت كتضحك وقال عمر كاتباني زوينة بالزاف من اللي كتضحكي كتفكريني بنوها اللي كنت كنعرف بتاسمات وقالت اوكا يا سيدي هانا جبتلك شي حويج اللبس وشوف وش غايجيوك وحتى الصباط جبتوليك قال لها عمر ايخليك ليلي وهي تقول شكرا يالله البس انا كنت سناك غانشي ندير مكالمة ونرجعليك قال لها عمر واخ خرجت نوها والتاسلات بالوطيل ديال باباها وقالت قالوا عادل انا نوها القيدي قال لها عادل مرحبا للا وهي تقول انا عندي ضيف صديق قديم جا من تايلاند باش يزورني بغيتك تحجز ليه جناح بالفندق واهم شي خاص حتوى حد ما يسيق الاخبار بغيتو يقضيعو طلطوه نازوينا هو ما غاديش يخرج بالزاف حيت بينو وبينوش يخدمه كما قلت ليك اهم حاجة هي حتوى حد ما يسيق الاخبار قال لها عادل كل شي غاديكون كما بغيت يا للا نوها اعطيني غامة علوماتو وهي تقول له اسمه رشاد عايش في تايلاند ورجل اعمال صافي عادل قال لها صافي يا للا انا حجزت له احسن جناح عندنا شكراتو نوها وقالت حتى العمال ماشي مهم يعرفه يعني الى ثولك عليه شي حد ما تقول له والو والخدمات ديالو كنفضل تقوم بها انت شخصيا واحتى واحد ما يوصل له اه ونسيت هاجر اكيد غاديجيها الفضول وتبغي تقولك تمشي تتعرف عليه هاد شي ممنوع واخا هادا ضيف مهم وبغي ناهي رتاح عادي لقاء مفهومة للا نوها شكراتو نوها ونادت من بلاستها ومشات لعن جداتها دخلات عندها وقالت لها الجدة بنتي لبس عليك قالت لها نوها جداتي الحبيبة لبس عليك وهي تقول الجدة فين غبورك بنتي ايش واقع نوها قالت ادعي معايا جدة ربي نور بصيرتي ويبيين قدامي الناس المزيانين الملخيبين قالت جدها يا ربي يا بنتي يا ربي ما تنسيش صلاتك وربي ما غينساكش قالت نوها يا ربي وهي تقول الجدة فين هو رامي نوها قالت خرج مع صحابه انتي كيف غادم عدوا ديالك قالت لها مزيانة ما قنات نوها على الجدة وخرجات من عندها وطلعت لعند عمر من جديد دقات وفتح لها وقالت وليت كان استقدر ندخل بيتي عمر بتاسم وقال هادا ولا بيتي صافي وهي تقول له بوغوز قال لها عمر قبل ما كنتش بوغوز قالت ما عمري شفت المظهر ديالك ديما كنت غير كنحس بيك وصافي عمر قال وعليش ما حسيتش بيه نهار اختاريتي امير قالت امير كان غلطة وما عرفتش حقيقته احتمعت نقول لي يا عمر شنو كنتي كتدير في الوطين نهار عرسي قال جيت نشوفك ونقول لك عافة كي متزوجيش فيه ولكن ما قدرتش نقرم منك شفتك من بعيد منلي كنتي كتكتب العقد طاحوا دموعي وانا كنشوفوا معاك ما قدرتش نصبروا مشيت قالت والساك اللي كنتي هازوم اللي دخلتي فينا مشا مع العلم انه هو اللي لقوا فيه المتفجرات عمر قال هادا كساكي كنت جامع فيه حويجي وما كنتش ناوين رجع الفيلا كنت باغي نمشي في حالي حطيته في الباب ومنلي رجعت ما لقيتوش ما كانش عندي الوقت نقلب مازال ومشيت حيث حالتي ديك الساعة ما كان عالم بيها إلا الله نوها قالت له فندارك هادشي كيدخل العقل قال لها عمر تيقي بيا نوها كنقسم ليك باللي هادي هي الحقيقة أكيد القاتل الحقيقي هو اللي خداه باش يورطني آنف الجريمة نوها قال غادي نتعشاو وبالليل من اللي غادي تخوى الدنيا غنديك اللوطيل ديال بابا باش تخبت مما واخا قال عمر واخا نادت ومشات الكوزينة وطلبات الخدامة توجد الماكلة وهي ديكولي هالخدامة قاحد شي للا غريبة انتي كديري الرجيم وما عمرك ما تعشيتي بالليل نهار غدت تعشاي غدتاكولي قاحد الماكلة نوها قالت ما تدخلي السوق راسك أنا ما كليتش نهار كل وفيها الجوع هزيت الماكلة وطلعت لبيتها ودخلات ولقات عمر كيتسنة قال لي ها واخيرا الماكلة قتلني الجوع اوف ايش هاد الشي الماكلة قليلة بزاف قالت هاد الشي قليل والخدامة كتقولي يافين غندير هاد الماكلة انتي ما كتعشايش اعلم الله كون جبت كتر من هاد الشي اش كنغيترا عمر قال انا يومين ما كليت قليلا وها قليل وهي دقول را غايش بكو فيا ايلا جبت كتر وذا يدون بالليل من اللي غنمشي واللوطيل طلب اللي بغيتي قال عمر ما تخافيش اخر شخص يفكره فيه انه يكون مخبيني هو انتي قالت ايوا اقول قال عمر ايوا ايش يقولي معايا وهي دقول عاد كنتي كتشكة من الماكلة انها قليلة قال لي ها بلاش بتاسمات وقالت واقول غير انت ما عرفتش كيفاش كتديرتا كل قاعدة ديك الماكلة عمر قال واحتنتي عاحتبالك في داك الرجين اجين غلطك قالت عمر قال شحالك الرحماق على اسميتي من اللي كتنطقيها بدك الطريقة قالت له صافي يلا هكول قال لي ها عمر واخا هانا غلناكل سونا التليفون نوها وردات قالت اه لو قال لي ها حاتب حياتي فينك قالت له في الدار وهو يقول لها كين شي جديد قالت مشيت سولت اصحابه حتى واحد ما كيعرفتك البنت قال لي ها حاتب انا غادي نجيب لك الخبار عليها وغادي نلقا ورام ما تخافيش قالت ان شاء الله وقال حاتب ما بغاشي حاجة اخرى حبيبة ايلا بغيتي ممكن خرجون تعشام وهي تقول له اللا ما عندي قانا غادي النعس حيت راسي كيدرني اللي ترى اليوم ماشي قليل قال لي ها حاتب واخا حياتي ارتاحي انوها قالت لي حاتب وهو يقول هم وهي تقول له القالي يا اخو يا عافاك قال لي ها حاتب كان وعدك كمليت نهالها درمع حاتب وشافت في عمر وقالت له مالك ما كتاكلش قال ما عنديش الشهية وهي تقول له يا كعاد كانت عندك قال عمر سداتلي وهي تقول وماش قال عمر بغيت نعرف هات خينا ما محلو في الاعراب انوها بتاسمات وقالت هاد الجملة ما زالك تقولها قال لي ها عمر ما كنتحكش علاش ما زالك تعملي هاك وهي تقول له هادا انسان محترم وكيهتم بيا وعمري ما شفت منو شي حاجة خيبة بالعكس ديما كيعوني وكيوقف في جنبي عمر قال محترم ولباس عليه ماشي بحالي انا وليت محابسي ومعندي في جيبي حتى باش نشري ماكرتي انوها قالت ارجعنا عود تاني لهات صراع الطبقات عمر من صغري وانا معاك عمري حسيتك بالفرق بيناتنا قال لي ها عمر لا عمرك محسستيني وهاد شي لك يقتلني حيت انا كنت اقلم بثاف معاك وفجأة كان فيق وكنعرف قيمتي قالت نوها عمر باركة حيت غدين غضب بالمعقوم وهو يقول واخا هانا ساكت قالت كول ويلا هكول قال لي ها عمر راني جلت ليك ما عنديش الشهية وهي تقول غدتاكلوا لانوكلك بيدي قربات من نونها وشافت في عينيه مسيان وشدات رأسه بيدها وبدأت كتلعف شعب قالت عقلتي عمر بالتحديد من اللي كانت عندي 16 عام وفي هاد البلاسة بالتحديد كنا جالسين كانت فرجوا في واحد الفيلم عقلتي شنوقع؟ قال مستحيل ننسى ولكن انتي مازال عقلة كان كي حساب لي باللي نسيتي قالت هاديك اول قبلة في حياتي ذاك الاحساس اللي حسيته مستحيل ننسى يلا على قبلة كول قال انا قطعاتوه يتقول له شت كول باش نمشي ولو طيب قال لي ها واخا وهي تقول له عرفتي ديك البنت مولات الموتور موراها انا وهو يقول شكون اللي هربات مع رامي قالت نوها تخيل قال لي يا صاحبوها يتنب اللي من نهار عرفها وهو اللور اللور وباللي تعرف عليها في شي حفلة ومنلي مشيت نسول عليها في الدار اللي ورعوني لما رأى اللي فتحات لي غاسم عات اسم رامي وهي تبلوكا وقالت لي ما كتعرفش وحدة بهذا اسمية عمر قال طبيعي تهرب خصوصا ان البنت هي اللي ورات طريق المخدرات لرامي ماشي بعيد تكون هاد المرة هي اللي كتمول ليهم المخدرات دري لباس عليه وأكيد غاد يعطيهم اللي طلبوه وهاد شي اللي تمعهم فيه قالت نوها إلا كان هاد شي اللي كتقوله صحيح هادك يعني أنا رامي خويا في خطر قال عمر ما تخافيش إن شاء الله غا يكون لباس نوها قالت في رأيك انديك لاري عند القوليس عمر قال حتى هادا نادر هو قاصر وغادي قلبو عليه عندك غير التاهموني باللي أنا اللي خطفته كيما داردك خيله قالت نوها عمر هو يقول صافي ما قلت وعله قالت نود غادي نمشي ولو طيل باللاتي نتأكد بلي كلهم نعصو في الفيلا عمر قال انتي خرجي من الباب وانا غادي نخرج منين بخلت ضحكات وقالت واخا خرجات نوها ودي مارات وموبيلتها وخرجات من الفيلا ولقات عمر كيتسنى هحدة شي شجرات قالت لي كالطير وهو يقول علاقه بلكا نوها نول ليه تعالب قالت يا خوفي من تعالب قال لها عمر ما لو تعالب كينقص بين الشجرات واحتى واحد ما كيقدر يشده قالت نوها اه ولكن ماكر ومخادع وكذاب عمر قال لها فين شفتيه بلي كذاب تعالب مظلوم ربما الناس دال منه وكيبين عليه بلي فيه صفات الكذب والخداع ولكن هو ماشي هكاك في الحقيقة هو بريء قالت ليه نوها طيقناك وصلوا له طيل وباركات التموبيل وقالت عمر صرف حادي ومن الأفضل ما تهدرش بالعربية حاول تهدر بالإنجليزية قال لها عمر واخا قالت لي معاهم ماشي معايا أنا قال عمر واخا إنوها قالت عادل هاد السيد من جهتي ما يحتاش هاد البروتوكولات عادل قال كان عطاد رلال لنوها تفضله طلعوا في لسانسور واتاجهوا الجناح اللي جهزوه لي ودخلوه قال عمر آخر مرة جيت هنا من خمسة سنين كان باباك بغي يخدمني معاه ولكن أنا ما بغيت إنوها قالت انسعليك هاد الشي دعبة شوف دك شي اللي بغيتيه كل شي كاين هنا أوكي؟ أنا غدا نمشي وغدا غدا ندوز عندك عمر بلا ما نوصيك ما تحتك بحتة واحد حدك عادل طلعوا منو اللي بغيت يه انتارك هربان من الحبس عمر قال واخا ما تتعطليش عليها وهي تقول له صباحة على خير آه ونسيت غادي نحاول نشري ليك حوايش تبدل بيهم رجعت نوها للدار ومشات لبيتراني وبدأتك تقلب لقيت الآيباد ديالو بدأتك تقلب فيه ولقيت المساجات ديالو بدأتك تقلب احتبال لها اسم ثالي بدأتك تقرأ في المحادثات كانت عادية اعجاب وكلمات زوينة خدأت نمرتها وسجلتها وناضط ستات الآيباد ومشات لبيتها وهي تلقى حوايش عمر ضحكات وغزاتهم وخبعاتهم غزات التليفون والتصلات بحاتم وقال لها احياتي لبف عليك واش مازال منعزتي قالت نوها لا بقيتك نقلب في حويش راهمي وانا نلقى في الآيباد ديالو النمرة ديال ديال ديك البنت مولات الموتور قال حاتم بصح دو زهالية وانا غلقها لك قالت واش تقدر؟ قال حاتم اه غادي نحدد مكانها وغادي نلقاها ونجيب ليك رامي انتي تيقي بيا وما تخافيش غادي نلقاها انوها قالت ما عرفتش غادي نقول لك حاتم عرفت انا شريت ليك واحد الهدية غادي نعطيها ليك غدا حاتم قال بصح نتمنى تكون هاد الهدية جواب على طلب زواجي منك انوها قالت ممكن اجله شوية الهضرة في الزواج حاتم قال واخا كي ما بغيتي وهي تقوله صباحة على خير وانتشوفه غدا قال ليها حاتم صباحة على خير نعسات نوها وفاقت صباح بكري ناضطه بالثلاث حويجها وصيبهت راسها واختات ساكها وخرجات والتاجهات اللو طيلت باباها مشات ختات سوارد وطلعت لعند عمر حلات الباب ودخلات لعنده لقاته ناعز حطات ساكها وقلسات وبدات كدوزليه على شعره هو ناعز كلملاك قالت عمر فيق باركة من نعاس قال ليها واش متو اللي مشيت للجنة بتاسماته قالت نود باركة من الغزل واش انتا في وضع اللي تتغزل فيه وتهدار قال ليها هانا نعيد كاين شيفطور وهي تقول له كاين هانا غدا نطلبوليك دعبة ايش هاد الشي قلس قلس ما تنودش كيفاش ما درتش بحساب هاد الشي وهو يقول شنو قالت ما جبتليكش ببيجاما ديباني بيها قال ليها عمر حي دي من قدامي واش انتي غدا تحشمي مني وهي تقول له عمر انت ده بولتي راجل راجل وقد الشحط ما بقيناش كيماش حال هادي صغار قال عمر هم راجل وهي تقول له نسيتي من اللي ما كنتيش كتبغي تسلم عليا نهار كنتي داير اللحية قال ما تفكرينيش عافا كي بدك الوقت ما كنحملش ديك الوقيتها قاع وهي تقول له واخا وبالمناسبة كتواتيك اللحلة قال عمر صافي غدا نطلقها ليك وهي تقول له لا لا دا بلا باش ما يشدوكش عمر قال ما بغيتيهم شي شدوني قالت اكيد الله قال عمر صافي يا للا غير تباني الحقيقة ونطلقها ليك قالت نهار كتدون بلي غدا تباني الحقيقة شنهار عمر قال اكيد انا متأكد من هاد الشي وهي تقول كانت مننا يلا انا غدا نطلب ليك الماكلة وغانمشي لخدمة اسمحت فيها هاد ليان ومنها نعرف شنو دار حاتم في موضوع خويا عمر قال حاتم حاتم وهي تقول عمر شنو قلنا قال اهانا ساكت انا اصلا ممتيقش راسي باللي راني معاك اخر وحدة كنت كنفكر انها التيق بيا حيت مؤخرا بعدتها لي بزاف وكان كي حساب لي باللي نسيتيني للأبد قالت صافي عمر لا داعي كل دقيقة تفكرني باللي اختياري كان خطأ قال انا ما كلومكش انا غا ممتيقش راسي وتيقي بيا اي حاجة تقعلي من هنا الفوق مكتهمنيش حيت انتي معايا قالت نوها واخا سيدي هانا مشيت غنطلو بليك الفطور وكي ما اتفقنا ممنوع تحتك مع اي واحد قال عمر واخا قال ليها عمر حاضر وهي تقول له بسلامة ومشيت للشركة والتاجهات مباشرة اللي بيرود يا الحاتم ودخلات شافها حاتم وبتسم وهي تقول له حاتم اش درتي لقيتي البنت قال ليها قريب ما تخافيش غلقاوها قالت بالمناسبة اسمح لي يا بستاذ هملت الخدمة هاد لي حاتم قال هاذيقك او لا لا وهي تقول له شنو قال ليها لقيت بلاست البنت اجي معايا قالت ما اكيد ما دام خايف المصحة لقيت المصحة انتي بغت حبسيني تماما قالت رامي خايف رامي خويا ما تخافش رامي خاص المصحة يهتمو بيه بالزادة خاصني نوصيهم يهتمو بيه قال حاتم ما تخافيش انا معاك قالت شفتي منت الحرام هربات عارفة راسها شتارت غد نوريها قال ليها حاتم خليكي منها وركزي مع اخوك هو المهم انا غد نتكلف بالطمس وصلوا المصحة ونزلوا ضغية ودخلوا رامي وقال ليهم الطبيب ما تخافيش للا غد يكون بيه خير قالت ليه نوها انا غدر نقامعا هنا قال الطبيب لا ما كيلاش مرحلة العلاج الاولية كتستدعي انهما يشوف حتى واحد ويبقى بوحده وهادي هي اصعب مرحلة في العلاج قالت وفوقاش نقدر نشوفه طبيب قال غادي نتصل بيك قالت عفك يا دكتور ديروا مجهودكم وعطقوه قال ليها حاتم نوها صافي طمأنتي عليه خلينا نمشي قالت انا خايفة بزافة حاتم رامي هو اللي بقى ليه في الدنيا ووصاوني عليه والدية قال حاتم ما تخافيش غايكون لباس خرجت نوها وحاتم وركبه في التموبيل وقال صافي يا حبيبة باركة من البقاء غا نوصلك للدار وبلاخد ما اليومها ارتاحي قالت واخا وصل حاتم ونوها الفيلا وغاوصوهما يشوفو طموبيلات البوليس انوها قالت ايش واقع هذا قال لها حاتم تهدي دا بغادي نشوفو اشكايا نزو عندهم وثولوهم وقال البوليسي انوها القايد قالت له اه هي انا كينش مشكيل قال لي حاتم شنو كينسيدي البوليسي قال ممكن نهضرو معاك شوية مبغيتش نخوفك ولكن عمر الخالدي هرم الحبس وحنا شاكين باللي غايحاول يجين هنا داكشي علاش غادي نخليو حراسة هنا في الفيلا واحتفلو طير انوها قالت ما كينلاش اسيدي انا كين عندي الحراس الشخصيين ديالي وما محتاجاش كتر البوليسي قال ما تخافيش هلالا احنا غادي نلقاه في اقرب وقت وغادي نشدوه مجرم خاطير بحال هذا مستحي نخليوه طليق قالت نوها هادشي ما كيهمنيش انا علاقتي بعمر تسالاتش حال هادي وما كندنش انه غايجي عندي شي مرة اخرى بادكشي اللي دار على العموم كنشكركم بزان وإلى شفتو اولا جال هنا غادي نعلمكم البوليسي قال احنا بدورنا كنشكرك على التعاون ديالك بس لا ملالا مشاو البوليسي بقاحاتي مهانوها وقال ما فهمتش علاش اعصابك باردة هاد مجرم خاطير وممكن يقاديك قالت انت ما كتعرفش عمر عمر ما يقدر يقادي حتى نملة حاتم قال داكشي علاش دمر عائلتك قالت لونها ما غنسدوش هاد الموضوع راسي كي حرقني ومحتاجها من هس قال لي ها واخا انا كنهدر من خوفي عليك لا اكتر قالت انا مقدرة خوفك عليها وهو يقول يلا سيري ترتاحي شوية وانتلاقوا في الغضاء قالت لي واخا غدا نتسمناك مشحاتي مدخلات نوها ومشات وصات الخدامات يوجدو الغضاء للضيف وطلعات لبيتها دوشات واتصلت بالوطيل دباباها جاوبوها قالوا مرحبا قالت انا نوها القيدي قال لي هالي في الاستقبال بعدها مرحبا بك احتراماتي للا قالت دوز لي الجاناح خمسة قال ليها حالنا للا عمر كان كيتفرج في التلفازة حتى سمع التلفون في اوتال كي سوني تردد شوية عا تجاوب قال ياس ويد قوله عمر انا نوها قال حياتي لبس عليك ويد قوله لابس وانت اش قدير قال كنت قالس كنت فرج ايواش رتيلي شي في بيجاما ولوالو دحكات وقالت لا يكي يعجبك تبقى حريان قال ليها لا جاني البرد ويد قوله مم وانا نعاق قال عمر عرفتي انا مش طاق بزاف هاد محادثات دياننا ديش حال هادي وبنفس الاسلوف قالت حتى انا وهو يقول يعني ما نسيتيهاش قالت اش بالك قال وما نعرف بعض المرات كنشوفك ما ناسياش ولكن بزاف دل المرات كنخاف كنخاف متصدم تاني وتفارقي معايا بسهولة ويد قوله ممكن ننساو هاد الشيه اخبارك بللي البوليس اليوم ما جاوك يقلبوا عليك هنا قال مصيبة هادي عندك يكونوك يراقبوك واحتى المكالمات نوها ماشي بعيد يكونوك يراقبوها انا راه بالنسبة ليهم مجرم خاطير قالت وشنو خسنين دي قال عمر حتى تجي ونقول لك اش غديري واخا قالت اوكي بالليل غنشي عندك سالت المكالمة مع عمر وناضت بتلات حويجها وصايبات شعرها ونزلت عن جداتها ولقاتها ناعزة وحالتها خايبة وهي تقول وعيطات على جوديا قاتليها جوديا نعم لا لا وهي تقولنها مين جدة قالت جوديا عيانة شوية ولكن غدا تقول لها باس انوها قالت مجبتكش هنا يا باش تقولي لي غتولي لها باس عيانة عيطي للطبيب جوديا قالت حالتها ما مستهلاش الطبيب غتولي لها باس انوها قالت انا غدينصوني للطبيب وبديتك تصوني للطبيب وقالت دكتور انا محتاجاك تجي دابة تشوف جدة طبيب قال واخا واخا انا غدينجي عندك قالت له ما تتعطلش عافك دوزيت نهارها مع جداتها وجا عندها حاتم لقاها حتى راسها عند ايدين جداتها ومشا حت ايدو عليها وفيقها قال ليها لاباس قالت شوية قال ليها نوضي خلينا نمشي وهي تقول بغيت نبقى معاها قال ليها حاتم حرام عليك نبسك نوضي نمشي وتاكل شي حاجة وارتاحي ومن بعد نجيو عندها ناضط نوها مع حاتم ومشاو حتى وصلوا لوطيل ديان باباها قالت عليش جينا لهنا قال ليها نتعشاو ومنه نعرضو حتى على الطيف ديالك تفاجأت وقالت اوكي نزلوا ودخلوا المطعم ديالوطيل وقلسوا قال حاتم عفاك يمكن ليك تطلع تعيط للسيد اللي جا من تايلاند يجي تعشى معانا النادل قال حاضر سيدي ويدقل لونها واش ملاحظتيش باللي ماشي وقته حاتم قال بالعكس هيدا وقته على الاقل باش تفوجي شوية بقاو شوية احتجا النادل وقال سيدي كان اعتاضر ولكن سيد ناعز نوها رتاحت من اللي سمعت النادل قال حاتم دوماش كنت كنت منا متعرف عليه وهي تقول نوها طلب لنا العشاء بعد ما طلبوا العشاء اهدر حاتم مع النادل وقال اجيب لنا واحد القرعد الويسكي نوها قالت وويسكي قال لها حاتم شنو ما كتشربيش وهي تقول لا قال حاتم اغير كاس معايا انا متأكد غدي خرجك من الحالة اللي انتي فيها شوية جاب النادل اللي عشوه معايا الويسكي كب كاس لحاتم وكاس لنوها وقال حاتم بصحتك نوها قالت ما عرفتش انا مترد قال لها حاتم غير كاس واحد اعلى قبلي تيقي بيا ما غتندميش بقيت نوها كتتأمل في الكاس بالساب حتى تفكرات الحالة اللي راها فيها والشاهية اللي تسدات لها وهي تشرب الكاس في خطرة قالت اه اف حاتم قال لها اه بشوية عليك قالت كب ليك ازاخر وقال لها ما تكتريش ارا غتسكري قالت كب ليك ما غنسكرش قال لها حاتم على راحتك المهم هو تكوني مرتاحة كملو العشاء ونوها كتشا قال لها حاتم نوضي بارك عليك يلا نوصلك وهي تقول لا لا خليني انا غدا نبقى هنا غادي نراجع الحسابات مع عادة حاتم قال كيفاش غتراجعي الحسابات ما شايفاش راسك كيفاستكرانا قالت اوه حاتم عافك صافي خليني على راحتي انا غدا نبقى هنا واصلا ما فيا ما يمشي للدار لا جدة ولا رامي كينين تم حاتم قال يلا تمشي معايا انا لداري قالت لا انا ما كنمشيش لديور العزارة فيربو حدك انا غدا نبقى هنا حاتم قال من لي غدا تكملي الحسابات شكون غا يوصلك قالت غنبات هنا وهو يقول عادل سي حاتم صافي خليها حالتها خائبة غدا نطلم اللي بناتي طلعوها اللي بيت وينعسوها قال حاتم اي حاجة جرات صوني ليها هذا هو الكارت ديالي عادل قال وخا سيدي مشا حاتم بس جبهة نها وقال لها طال لاي فراسك العنيدة ديالي ما تقلسيش هنا طلعي ترتاحي وخا قالت ما تخافش عليها غدا نكون لاباس مشا حاتم ونادت نها مورا وطلعات للغرف وطلعات قال لها عادل لا لا نها واش محتاجة شي مساعدة قالت ششت انا بخير سير لخدمتك عادل قال وخا انا غد نكون قريب ليك انا غد نكون قريب ليك انا غد نكون قريب ليك انا حتاجتيني عيطيلي انوها قالت سير صاف مشات ووصلت لغرفة عمر واتكات على الباب وبدت كدق حلها عمر الباب وتلاحت عليه وشدهوهو مخلوع قال انوها مالكي قالت والو انا صافة والو انا مزيانة عمر بدك يشم وقال واش انتي سكر انا قالت شوية قال لها عمر دخلي اجي التكاي سد الباب وقلس القرفوسة احداها في الناموسية وقال عمرك في حياتك ما شربتي علش شربتي اليوم علمك تشربي غدهي علمك تشطح في الكباريهات وهي تقول له انا عيانة جدارها قومة وخوية في مساحة الادمان بقيت بوحد يا عمر قال انا في جنبك ومغنخليكش مهما كان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر